نروح بقى ونعرف مع حضراتكم ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي من خلال زمنتنا العزيزة سالة حامد سالة موجودة حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات عليك يا سالة فضل صباح الخير يا كريم وطبعا بصبح عليك انا هوندو على كل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا كلنا متوجدين طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة عشان نقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرق الا رياضية وخليني تدي معكم باخبار الفريق الاول لقرة القدم تحت قاية مستن مارسل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي ويمكن مستن مارسل وجميع لعب النادي الاهلي والجهاز الفني جمعوا النهاردة الساعة 9 الصبح لبدء المران يعني فيه تمام الساعة العشرة صباحا على ملعب مختار اللاتيتش وبالفعل يعني بدأ التمرين ساعة عشرة وربع يعني اتأخروا شوية طبعا في بدء موعد المران ولكن لحد الوقت يا كريم يا هوند يعني ما زال المران مستمر على ملعب مختار اللاتيتش كل اللاعب النادي الاهلي بيقدوا التدريبات سواء البدنية أو بالكرة بشكل طبيعي كمان قبل المران مثل مارسل لكولور اجتمع مع جميع لعب النادي الاهلي والجهاز الفني الحديث عن الفترة المقبلة طبعا كمان بعد الراحة السلبية اللي هيحصل عليها لعب النادي الاهلي كما أعلن كابتن سيد عبد الحفيز المدير الكرة بفريق الأول لكرة القدم انه جميع لعب النادي الاهلي هيحصلوا على راحة سلبية لمدة خمس تيام من بكرة ان شاء الله يوم تسعة حتى يوم تلاتاشر نوفمبر وبعد كده هيكون فيه مباراة ودية ولكن نسا لم يتم تحديد من الفريق اللي هيوجه النادي الاهلي ان شاء الله فيه المباراة الودية ولكن هتكون بعد فترة الراحة السلبية لجميع اللاعب النادي الاهلي كمان حراس المرمى النادي الاهلي بيقدوا التدريبات بشكل طبيعي تحت قيادة أو تحت إشراف مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن كمان يعني تواجد فيه المران الجماعي بشكل طبيعي اليو ديانج بعد ما تعافى من الإصابة متواجد في المران وكان بيؤدي التدريبات بشكل طبيعي مع جميع لعبي النادي الأهلي كمان عمر السلية ورامي رابيع متواجدين على هامش المران بيؤدوا بعض التدريبات الخاصة بالبرنامج التأهيلي التعافي من الإصابة سواء يعني في الملعب أو داخل الجيم تحت إشراف خصائي التأهيل طارق عبدالعزيز ده بنسبة ليه الفريق الأول لقرة القدم خليني بقى روح لجميع الألعاب الأخرى والفريق الأول لقرة السلية رجال تحت قاعد مستر أجاصي بوشن مدير الفانية الأسباني لفريق النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله الفريق هيؤدي تدريباته بشكل طبيعي في تمام الساعة السادسة مساءً عشان بكرة إن شاء الله هينيهدقوا مرحلة جديدة في بطولة دوري المرتبط ودور التمانية أمام نادي سبورتينج بكرة إن شاء الله الفريق المرتبط هيلعب الأول مباراته الساعة 4 بعد كده الفريق الأول الساعة 6 على ملعب صالت أمير عبدالله الفيصل لداخل مقر النادي رجال كمان السيدات النهاردة إن شاء الله عندهم مباراة مهمة أمام نادي اسموحة في الدور النصف النهائي أو السيمي فاينل من بطولة دوري المرتبط ولكن المرتبط هيكون الساعة 3 والفريق الأول لقرة السلية سيدات هيكون في تمام الساعة 8 مساءً على صالت برج العرب في مدينة الأسكندرية كمان كرة طايرة سيدات إن بارح كان عندهم مباراة هوندو كريم مع نادي الظهور على صالت نادي الظهور وانتهت بفوز يعني سيدات كرة الطايرة أو سيدات الذهب طبعا زي ما نحب دايما لقبهم أو جميع النادي الأهل يلقبوهم سيدات الذهب أو فتيات الذهب إن هم مبارح فازوا على نادي الظهور بتاعة أشواط مقابل لشيء النهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وبكرة إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجامعية بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراة الزمالك في الجولة التانية من بطولة الدوري لقرة الطايرة سيدات كمان رجال الطايرة النهاردة إن شاء الله عندهم مباراة مع مصر البترول الساعة ستة على صالة مصر البترول ودي هتكون تاني مباراة في الدور التمهين دي من بطولة الدوري المصري لقرة الطايرة رجال استكملا لجميع أخبارنا النهاردة كمان نهاردة إن شاء الله هيكون في مباراة مهمة في السيمي فاينل لبطولة كاس مصر في قطاع الناشئين 2006 وهتكون المباراة دي ما بين النادي الأهلي وزاد في تمام الساعة الاثنين ونصف أو ثانية ونصف دي هتكون بنسبة لقطاع الناشئين والمباراة دي هتقام بين فريق الأهلي ونادي زاد على ملاعب الكرة في فرع نادي الأهلي بمدينة ناصر دي المباراة اللي هتكون سيمي فاينل لبطولة كاس مصر كمان عندي خبر يعني مهم جدا نهواند وكريم لكل عضوات النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة إنه لجنة المرأة تحت قيادة أو برئاسة الأستاذة أنهار أندي رئيس لجنة المرأة أعلنوا عن بدء حملة يعني ليه التوعية من سرطان السادي ده بنسبة لكل عضوات النادي الأهلي وتوفير سيارة للفحص أو الكشف الكلينيكي ده لكل عضوات النادي الأهلي والكشف ده هيكون بالمجان أنه طبعا يعني الغرض من الكشف ومن الحملة دي هي التوعية من سرطان السادي وإنه ده في إطار مبادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية فإن شاء الله الحملة دي هتكون موجودة من النهاردة حتى أسبوع الجاي يوم الثلاث القادم لمدة أسبوع من الساعة عشر للساعة خمسة العصر وبعد كده إن شاء الله يعني بعد انتهاء الفترة دي لجنة المرأة هتعلن إن شاء الله يعني عن بدء نفس الحملة دي سواء في فرع نادي الأهلي بمدية ناصر أو فرع نادي الأهلي بالشيخ زايدين جديد يا كريم ونهواند كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقوا إلى الرياضية والآن لعودة مرأة أخرى للسادي ما فيه شيء سالة فيه بس كل الشكر لي كيزمينتنا العزيزة سالة حامد على دي التغطية المتميزة